موسيقى الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع ممشى أهل مصر وحل مشكلات المستثمرين بمحافظة القاهرة في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي جوتيريش يؤكد أن الحرب في أوكرانيا لا تهدأ وأن الأوضاع ستتصاعد في فصل شتاء السادسة مساء بتوقيت القاهرة ربع عصرا بتوقيت جريلتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية وذلك في ظل يقين الدولة بأن المعرفة والابتكار والبحث العلمي يمثلون ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي لسيدة دارين تانجا مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث أكد رئيس دعم مصر لأوجه التعاون مع المنظمة في مختلف مجالات عملها خاصة البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم رواد الأعمال والمبتكرين حيث تم من هذا المنطلق إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية سمن جهود مصر في التعاون مع الوايبو لدعم الملكية الفكرية وبناء القدرات إلى جانب مساندة جهود التنمية وإتاحة فرص عمل لشباب المبتكرين وفي اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تهدف استراتيجية التعليم العالي إلى تعزيز دور الجامعات في بلوغ غايات الدولة وأهدافها الوطنية المنشودة كما وجه الرئيس السيسي بتطوير عمل الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية لتحقيق رؤية الدولة في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ومتميزة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية العريقة وأوضح المتحدث والرسمي باسم رأسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض رؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستعدادات العام الدراسي الجديد حيث اطلع رئيس السيسي على موقف مشروعات وزارة التعليم العالي ذات الأولوية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد خاصة ما يتعلق بجاهزية سلسلات الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية وكذلك الجامعات التكنولوجية كما اطلع سيد رئيس على رؤيات المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي والتي ترتكز على صياغة برامج تعليمية حديثة تستند إلى عدد من المبادئ أهمها التخصصات المتداخلة والمرجعية الدولية والريادة والإبداع مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية واطلع رئيس كذلك على الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء بقر للمبعوثين والدارسين المصريين بيت مصر بالعاصمة الفرنسية باريس والذي من المنتظر أن يتم الانتهاء منه خلال العام القادم فضلا عن آخر استعدادات لاستضافة مصر لأسبوع الفرنكفورية نهاية شهر أكتوبر القادم أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 440 لعام 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دوري لانعقاد العادي السالس من الفصل التشريعي الثاني في الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميز السبت الموافق الأول من أكتوبر القادم كما أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا رقم 441 لعام 2022 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دوري لانعقاد العادي السالس من الفصل التشريعي الأول في الساعة الثانية عشر ظهرا يوم السلساء الموافق الرابع من أكتوبر القادم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة سير مشروع ممشى أهل مصر الحضري الكبير في ضوء تكلفات الرئيس عبد الفتح السيسي باستكمال تطوير ممشى أهل مصر بمختلف مراحله وخلال اجتماعه مع وزيري الإسكان والتنمية المحلية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع تم استعراض تقرير حول سير العمل بمختلف قطاعاته كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع وزير الإسكان ومحافظ القاهرة لمناقشة وحل مشكلات عدد من المستثمرين بالمحافظة وذلك في طريق هود الدولة لتشجيع المستثمرين على التوسع في استثمارتهم والتغلب على التحديات التي تواجههم وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات وقعت الأكديمية الطبية العسكرية بروتوكول تعاون مع شركة تاميدي ترين إيجيبت لتطوير أسليب التعليم والتدريب الطبي تبقى للمعايير المقررة والمعتمدة من قبل المعهد الأمريكي لصحة والسلامة وكلية الجراحين الأمريكية والجمعية الأمريكية للمسعفين والطوارئ يتضمن البروتوكول تنظيم عدد من دورات التدريبية المعتمدة والمحاضرات العلمية وويرش العمل باستخدام أحدث الوسائل التعليمية فضلا عن تبادل الخبرات الطبية وتطوير الأداء في مختلف المجالات الطبية من جانبه أكد اللواء طبيب أمين فؤاد شاكر رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية أكد على أهمية هذا البروتوكول في تطوير المنظومات والبرامج التعليمية والتدريبية داخل الأكاديمية وصلت وزارة الداخلية حملتها لمتابعة أسعار السرع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 461 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 343 طن في مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 78 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي تم ضبط 205 قط وفي مجال البيع بأزيدة من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 60 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 728 قضية من بينها 225 قضية خبز ناقص الوزن و207 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات تسلمت مصر رئاسة دورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب ونقش مجلس وزراء الإعلام العرب عددا من القضايا تصدرها مواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية وفي صلبها القدس المحتلة وتفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022-2026 بما في ذلك تعامل وسائل الإعلام مع الأزمات والكوارث في ضوء التجارب الوطنية مع جائحة كورونا قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر أن الدول العربية توجه حاليا تحديات غير مسبوقة وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب أضف جبر أن أهمية هذه الدورة تأتي انطلاقا من ضرورة ترسيخ معالم منظومة إعلامية عربية قادرة على مواجهة التحديات الإعلام يبدأ مرحلة جديدة عودة الروح للإعلام العربي ويمكن كمان أبشركم أن هذا الجمع الكريم إن شاء الله هيكون متواجد في فبراير القادم في دولة الكويت التي تستضيف الاجتماعات القادمة لمجلس وزراء الإعلام العرب مناسبات كبيرة واهتمام كبير وروح طيبة ومرحلة جديدة تبدأ في العمل الإعلامي العربي المشترك ونتمنى من المولى عز وجل أن نستمر في هذا المنحة الإيجابي المهم لتوحيد الرؤى في مختلف القضايا لأن ما نعاني به في مصر يحدث مثله في سائر الدول العربية تحدياتنا واحدة ونواجه أمورا مشتركة تقتضي أقصى درجات التنسيق أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية أحمد رشيد خطابي أكد أهمية موصلة العمل بكل مسؤوليات وإسرار من أجل الإسهم في تأمين صلابة بيتنا العربي الذي نعتز بالانتماء إليه في نطاق أشكال متطورة وخلاقة من التعاون الإعلامي لقد تابعت الأمانة العامة بكل الاهتمام في الآونة الأخيرة سلسلة الاجتماعات التحضيرية التي جرت في إطار فرق ومجموعات العمل التابعة لمجلسكم وقر والتي تمحورت حول متابعة عدد من القضايا المحورية لمواصلة تطوير العمل الإعلامي العربي المشترك ومن هنا فإن الأمانة العامة تقدر عالياً هذه الجهود في سياق متابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية بتناسق محكم ووتيق مع خطة التحرك الإعلامي العربي التي ترم في المقام الأول مواصلة الدفاع عن مشروعية القضية الفلسطينية وفي صلبها وجوهرها الدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني والروحي للقدس محتلة قال وذير الثقافة والإعلام السوداني جرهام عبدالقادر إن الحاجة باتت ملحة لبناء التوافق العربي عبر استراتيجية إعلامية موحدة من شأنها تعزيز ثقافة التسامح ومقابهة أفكار الكراهية والإرهاب إن اجتماعات قطاع الإعلام والاتصال تمثل فرصة طيبة للتداول حول مجمل واقع الإعلام والاتصال في الدول العربية فضلاً عن الترتيبات الجارية الخاصة بالعمل العربي المرتبط بتعزيز العمل الإعلام المشترك وفق استراتيجية موحدة لنشر ثقافة التسامح والسلام في ظل المتغيرات الكونية والجنوح نحو العدوان والتنمر والتطرف والكراهية وأن نعمل معاً في بناء التوافق والعقل الجمعي الذي يخدم تطلعاتنا المشروعة نحو الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية المستدامة قال وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبوردين إن الإجماع العربي حول القضية الفلسطينية غير مسبوق لافتاً إلا أن المعركة الحالية على الأرض الفلسطينية تختص بعروبة القدس ومقدستها وأضاف وزير الإعلام الفلسطيني أن بلاده تقدر الموقف المصرية حول القضية الفلسطينية المعركة الحالية التي تجري على الأرض الفلسطينية هي عروبة القدس وهوية القدس ومقدسات القدس ونقدر ونثمن الموقف المصري والمواقف العربية جمعاء حول هذا الموضوع وخاصة وأن القمة العربية القادمة سيكون على أحد بنودها موضوع كيف يمكن إجراء تحرك عربي مشترك وفقاً للرؤية التي استمعناها من الرئيس السيسي بالأمس الأمن القومي المشترك يواجه تهديدات وتحديات للجميع وبالتالي نقدر ونثمن هذا الإجماع الذي تم اليوم سواء في الاجتماعات الجانبية والتشاورية أو في هذه الرسالة التي ستنقل إلى القادة العرب القادمين تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها الحاسمة لقرام لدقار والترويج للمواد المخدرة وضبط العنصر الإجرامية الضالعة في هذه الأنشطة الإجرامية وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق العديد من النتائج الليجابية في هذا الإطار نستعرضها في التقرير التالي تصدي حاسم من أجهزة وزارة الداخلية لجرائم زراعة وجلب وتهريب المواد المخدرة وإحباط لمحاولات إغراق البلاد بها استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والدخائر غير المرخصة مخزاناً للمواد الكيمائية ومصنعاً لتصنيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصابية بالقاهرة يمتلكه عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في هذه العقاقير وتمكنت الإدارة من ضبط 115 كيلو جرام لمواد عقاقير مخدرة و15 ألف كرس مخدر وكمية من المواد المستخدمة في تصنيع تلك العقاقير وأدوات التصنيع هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 12 مليون جنيه نجاحات الأجهزة الأمنية في مكافحتها للمواد المخدرة تتواصل في كل مكان على أرض مصر لضبط القائمين على تروجها فقد أحبطت الإدارة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام محاولة أحد العناصر الإجرامية جلب كميات كبيرة من مخدري الحشيش والهايدرو من شرق الغرب قناة السويس وتمكنت من ضبطه والسيارة قيادته بنطاق دائرة قسم شرطة الجنين بالسويس وبحوزة 2500 طرب لمخدر الحشيش و50 كيلو جرام من مخدر الهايدرو وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 19 مليون جنيه النجاحات الأمنية تواصلت في استهداف القائمين على جلب وتهريب المواد المخدرة فقد استهدفت الإدارة بالتنسق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومدرية أمن السويس والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عددا من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء وتمكنت من ضبط عدد منهم وبحوزتهم 69 كيلو جرام ونصف من مخدرات الحشيش والهايدرو والهيروين وتسعة آلاف قرص مخدر العقار الكبتاجون وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة خمسة ملايين جنيه لم تقتصر النجاحات الأمنية التي تقودها أجهزة وزارة الداخلية ضد العناصر الإجرامية الضالعة في الإتجار بالمواد المخدرة عند هذا الحد فقد نجحت الإدارة بالتنسق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومدرية أمن جنوب سيناء والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة في استهداف عدة أماكن بمنطقة رأس السدر بجنوب سيناء يتخذها عناصر إجرامية وكرا لتخزين المواد المخدرة والإتجار بها وتمكنت من ضبط قرابة طن من مخدر البانجو وقرابة 46 كيلو جرام من مخدرين الحشيش والهيروين وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأربعة ملايين جنيه الإدارة بالتنسق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة للأسلحة والذخائر غير المرخصة ومدرية أمن سوهاج استهدفت عنصرين من ذوي الصوابق الإجرامية بسوهاج تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازت أسلحة نارية للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة وتم ضبط 70 طربة لمخدر الحشيش وكميات من مخدري الأفيون والهيروين وأقراص مخدرة وأربع قطع سلاح ناري وطلقات نارية وسيارتين ودرجات نارية ومبلغ مالية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة مليوني جنيه وتستمر النجاحات الأمنية التي تسطرها أجهزة وزارة الداخلية في تصديها الحاسم لجرائم الإتجار بالمواد المخدرة بما يحمي البلاد من آثارها السلبية وتداعيتها على المجتمع عبدالبراكات التلفزيون المصري على همش أعمال الجماعية العامة للأمم المتحدة عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع رئيسي وزراء فلسطين محمد أشتية اللقاء بحث سبل دعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية حيث أكد شكري دعم مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واستمر الجهودها الدبلوماسية لإحياء عملية السلام وصولا إلى تحقيق حل الدولتين شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزري لسيغة ميونيخ حول عملية السلام المناقض على هامش أعمال الضوراء السابعة والسبعين للجماعية العامة للأمم المتحدة وأكد وزير الخارجية أهمية عقد اجتماع سيغة ميونيخ في هذا التوقيت بهدف إعادة تسليط الضوء على العملية السلام في ضوء ما تشهده من جمود حالي وأخذ في الاعتبار التطورات السياسية الدولية الحالية التي تلفت وتشتت الانتباه عنها هذا وقد أكد بيان مشترك صادر عن الاجتماع ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين واستئناف المفاوضات المباشرة والجادة بين الطرفين في أقرب وقت ممكن بجانب الحفاظ على الوضع الحالي للأماكن المقدسة في مدينة القدس فضلا عن الإشادة بالدور المصري الهم ووقف التصعيد الأخير في قطاع غزة أكد الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيت الأهمية التي توليها الجامعة للتوصل إلى حل نهائي وعادل يضمن الفلسطينيين حقهما في إقامة دولتهم أشار أبو الغيت إلى أن حل تلك القضية سيسهم في تعزيز الحوار العالمي ويخدم قضايا التعايش جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيت مع الممثل الأعلى لبرنامج الأمم المتحدة لتحالف الحضرات على هامش اجتماعات دورة السابع والسبعين للجامعية العامة للأمم المتحدة حيث أكد أمين عام جامعة الدولة العربية على الموقف السابت للجامعة تجاه قضايا احترام المقدسات والعقائد ونشر قيم التسامح والتعايش وخلال فعاليات الجامعية العامة أيضا أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في كلمته التزم لبنان التام بالتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية الدامية في لبنان ونشد ميقاتي الدولة الشقيقة والصديقة لدعم لبنان في محنته الراهنة ومؤازرته للخروج منها ومعالجة تدعايتها الخطيرة على الشعب اللبناني وبنية الدولة وهيكلها معربا عن تطلعه إلى إعادة عقد مؤتمر أصدقاء لبنان الذي طال محتضنته فرنسا بالتعاون مع أصدقاء لبنان وأشقائها قال رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية رشاد العليمي أن الأزمة الإنسانية في البلاد تتضمن جهودا أمامية لتخفيف معاناة اليمنين وضف العليمي أن الأزمة الإنسانية في اليمن صنعتها قوات الحوثي مشيرا إلى احتمال تفاقم الأوضاع بشكل أكبر في حال تباطو العالم في حال الأزمة اليمنية مؤكدا التمسك بحل سياسي شامل مبني على القرارات الدولية يحمل قادتنا في كل مرة إلى رحاب هذا الصرح العظيم المزيد من الآلام والأوجاع وذكريات عن القادة الشجعان والنساء والأطفال والجيران والأصدقاء وزملاء العمل الذين نفقدهم يوميا بسبب الحرب أو الأوبية والأمراض أو الجوع وكلما تباطأنا عاما آخر عن تقديم موقف حازم إزاء الملف اليمني كلما كانت الخسائر أكثر فداحة والميليشيات والجماعات الإرهابية أكثر خطرا في تهديداتها العابرة للحدود فضلا عن انتهاكاتها الفضيعة لحقوق الإنسان التي توحدت حولها أممنا تحت مظلة هذه المؤسسة على مدى أكثر من سبعين عاما وأنا هنا اليوم لأشارككم مجددا القصة قصة الشعب اليمني العظيم والصبور وكفاحه ومعاناته وأسئلته التي تحاصرنا جميعا وما إذا كان بوسعنا هذه المرة العمل الجاد من أجل وقف نزيف الدم وإنقاذ الأرواح وهزيمة التطرف والإرهاب وحماية إرادة شعبنا وتطلعاته المشروعة في استعادة الدولة والمشاركة السياسية والعيش الكريم والتخلص من التطرف الديني والمذهبي والطائفي وزرع الكراهية بين الشعوب قال الأبن العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أن الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا لا تهدأ في الوقت الراهن وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي على مساوى وزراء الخارجية بشأن أوكرانيا أكد جوتيريش أن الأوضاع ستتصاعد في فصل الشتاء في ظل أزمتي الغذاء والطاقة وشيرا إلى عدم قانونية الاستفتاءات التي تعتزم روسيا إجراءها في بعض المناطق الأوكرانية هنا الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا لا يبدو وأنها تهدأ تميزت الأشهر السبع المنصرمة بمعاناة وخراب يعجز اللسان عن وصفهما وإن الحوادث الأخيرة خطرة ومقلقة فهي تبعدنا عن أي آفاق سلام وتقربنا من حلقة لا تنتهي من الفضائع والدم قلتها وأكررها بإمكان هذه الحرب العبثية أن تلحق أضرارا جسيمة بأوكرانيا وبباقي العمل وإن فكرة حرب نووية التي لم تكن لتخطر على البال في الماضي بات البعض يشير إليها اليوم اتهم وزير الخارجي الروسي سيرجيا لافروف أوكرانيا بتقويد اتفاقات منسك لإحلال السلام في دونباس مشيرا إلى وجود حملة ممنهجة ضد اللغة الروسية في أوكرانيا وخلال كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي قال لافروف أن أوكرانيا مدينة بإفلاتها من العقاب لحلفائها الغربيين في ظل سعي الغرب بقيارة الولايات المتحدة لحماية السلطات الأوكرانية من المحاسبة تدعي كييف بمنتهى النفاق أنها تحترم اتفاقات مينسك في حين أنها تقوضها تحرم سكانة دونباس من كل حقوقهم الأساسية ومستحقاتهم من مرتبات ومعاشات تقاعدية وما يتعارض والعهد الدولي الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية يحرم هؤلاء أيضا من حقوقهم السياسية والمدنية نظام كييف يزعم أن اتفاقات مينسك ليست مناسبة إلا للحفاظ على الجزاءات المفروضة على روسيا ومنذ بضع أشهر فإن الرئيس السابق بوروشينكو أعلن أن هذا الاتفاق الذي وقع عليه شخصيا لم يكن في نيته ولا في نية أي كان في أوكرانيا تطبيقه وإنما كان ذلك يمنحه الوقت لتلقي أوكرانيا الأسلحة والعتاد لشن حرب ضد الاتحاد الروسي أدان وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية الكبرى ما قالوا أنه تسعيد روسي للصراع في أوكرانيا وتوعدوا بفرض عقوبات جديدة ضد موسكو عقب إعلان روسيا تعبئة جذئية لجنود الاحتياط وأرب وزراء خارجية مجموعة السبع عن شك بهم لتسعيد روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية بما في ذلك الخطب النووي الذي وصفوه بأنه غير مسؤول كما أفضح وزراء خارجية ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا أن بلدانهم ستفرض عقوبات جديدة محددة الأهداف ضد روسيا فضلا عن مواصلة الضغط الاقتصادي والسياسي عليها وصف الكراملين التقارير التي تتحدث عن زوحي الرجال في سن تجنيد من روسيا بعد إعلان رئيس فلاديمير فوتين عن تعبئة جزئية وصفوه بأنه مبالغ فيه حيث قال المتحدث باسم الكراملين ديمتري بسكوف إن المعلومات المتعلقة بوجود زحام في المطارات وما إلى ذلك مبالغ فيه جدا موضحا أن هناك كثيرا من المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع وأضف بسكوف أنه يجب أن نكون حذرين تجاه هذا الأمر حتى لا تقع موسكو ضحية للمعلومات المغلوطة دعا وزير الخارجية الأوكرانية ديمتري كوليبة إلى إمداد بلاده بالمزيد من الأسلحة لمحاربة القوات الروسية أضف كوليبة أن أفضل طريقة لمواجهة القوات الروسية هي تزويد أوكرانيا بكل الأسلحة اللازمة التي ستسمح لها باستعادة السيطرة على الأراضي الأوكرانية يعتزم الرئيس الفرنسي مانويل مكرون الإعلان عن خطة لتعزيز الطاقة المتجددة في فرنسا بما في ذلك مزارع الريحيح البحرية والطاقة الشمسية وتأتي هذه الخطوة وسط أزمة طاقة كبيرة في أوروبا تفاقمت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا في وقت يرغب فيه ماكرون في حصول فرنسا على مزيد من الاستقلال فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه سيتم نشر فرق جديدة تابعة للمحكمة في شرق أوكرانيا قريبا وأكد المدعي العام أن المحكمة لديها استنتاجات بأن ما حدث في أوكرانيا يرقى إلى جرائم حرب مشيرا إلى أن القانون يمكن أن يلعب دورا رئيسيا للسلام في أوكرانيا وغيرها أعرب عدد من المواطنين الأوكرانيين عن شعرهم بالأمل إزاء الاتفاق الخاص بتبادل الأسر بين أوكرانيا وروسيا وقال مواطنون أنهم شعروا بمزيج من الفرحة والحزن أثناء مشاهدتهم لم أقطع فيديو ووثق عملية تبادل الأسر بين الجانبين هنا هو خبر جيد جدا وإشارة إلى أن موسكو تستسلم ببطء بالفعل لقد كنت أبكي أثناء مشاهدتي للفيديو الخاص بتبادل الأسر لقد كانوا أناسا رائعين لقد فعلوا الكثير من أجل أوكرانيا أعتقد أنه لن يطلق صراحهم أبدا وهناك آخرون فعلوا ما لا يقل أهمية عن ما فعلوا هؤلاء قرار بوتين استدعاء غزء من احتياط جاشه يعكس الفشل الزريع الذي منيت به قواته في محاولاتها غزو أكرونيا ويعزز تصميم الحلفاء الغربيين على دعم كييف للتصدي لهذا الغزو نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها رغم دخول الاقتصاد في حالة ركود بين كونجلترا يرفع سعر الفائد الرئيسي لمكافحة التضخم موسيقى 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 رفع بانكونجلترا سعر الفائد الرئيسي إلى 2.25% من 1.75% مشيرا إلى أنه سيوصل مكافحة التضخم على الرغم من دخول الاقتصاد في حالة ركود يقدر بانك انجلترا أن الاقتصاد البريطاني سينكمش بنسبة 1.1% في الربع الثالث ويرجع ذلك جزئية إلى العطلة العامة الإضافية لجنازات الملكة إلازابيس التي جاءت جنبا إلى جنب مع انخفاض الإنتاج في الربع السن وتتوفق مع تعريف الركود التقنية حيث تأتي خطوة بنك انجلترا في عقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائد الرئيسي بمقدار 3.4% كشفت المفوضية الأوروبية عن انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 3.8 نقطة في سبتمبر الجاري من الرقم المسجل أغسطس الماضي واضفت المفوضية أن التقديرات أظهرت أن مؤشر مع نويات المستهلكين في منطقة اليورو انخفض إلى 28.8 نقطة هذا الشهر من 25 نقطة في أغسطس وانخفض مؤشر مع نويات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي بالكامل بمقدار 3.5 نقطة خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على الفحم الروسي حيث أعلن الاتحاد تخفيف العقوبات المفروضة على الفحم الروسي بما يسمح بنقل الإمدادات إلى دول أخرى حول العالم وأفادت المفوضية الأوروبية بأنه يجب السمح بنقل سلع والتي تشمل الفحم من أجل مكافحة إعدام أمن الغذاء والطاقة حول العالم في الولايات المتحدة أظهرت بيانات أن عجز الحساب الجاري الأمريكي تقلس بشكل حاد في الربع الثاني وسط زيادة في صادرات السلع وقالت وزارة التجارة الأمريكية أن عجز الحساب الجاري الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من البلاد وإليها إن كما شاء بنسبة 11.1% إلى 251.51 مليار دولار في الربع الأخير ويمثل عجز الحساب الجاري 4% من النتج المحلي الإجمالي من خفاض من 4.6% في الربع الممتد من يناير إلى مارس الماضيين رفعت البنوك المركزية الخليجية أسعر الفائدة الرئيسية مقتفية أسر البنك المركزي الأمريكي في رفعه لسعر الفائدة للمرة الثالثة على التولي وذلك بمقدار سلسة أربع نقطة مئوية وارتفع الدولار الأمريكي ليبلغ أعلى مستوى له في عشرين عاما مقارنة بعملة رئيسية مدعوما بتوقعات لتجديد السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي كما هو متوقع رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق ثلاثة وخمسة وعشرين من ماء بالماء وعلى الرغم من تجديد السياسة النقدية الأمريكية ألمح مجلس الاحتياط الاتحادي إلى مزيد من الزيادة الكبيرة هذا العام ضمن توقعات جديدة تظهر استهدافه رفع معدل السعر الفائدة إلى أربعة وأربعة من عشر بالماء بنهاية العام قبل الوصول بها إلى أربعة وستة من عشر بالماء في عام الفين وثلاثة وعشرين لكبح معدلات التضخم مع زيادة معدل الأموال بالأسواق يرتفع سعر الفائدة الرئيسي مما يعني زيادة تكاليف الاقتراض للمستهلكين الذين يحملون ديون بطاقات الاقتمان في غضون ذلك رفعت البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة الرئيسية مقتفية آسر مجلس الاحتياط الاتحادي في رفعه لسعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي السعودية والبحرين وقطر والإمارات رفعت أسعار الفائدة بما يقارب 75 نقطة أساس بينما زادت الكويت سعر الخصم الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3 بالماء البنوك المركزية الأخرى مجبرة أيضا على زيادة أسعار الفائدة حيث يوجد عملاء في بلدانهم أيضا وهذا بشكل عام سيكون له تأثير سلبي على نمو الاقتصاد العالمي في الوقت نفسه ارتفع دولار الأمريكي ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاما مقارنة بعملات رئيسية مدعما بتوقعات تشجيد السياسة النقضية في البنك المركزي الأمريكي وبعدما أصدر الرئيس روسي بوتين أمرا بأول تعبئة عامة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية كشفت الحكومة اليابانية عن أنها قد تدخل في سوق الصرف الأجنبي لمنع لين من انخفاض أكثر من ذلك وذلك بعد وصول العملة إلى أدنى مستوى لها منذ 24 عاما مقابل الدولار الأمريكي يأتي هذا في حين اغلقت الأسهم اليابانية عند أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين حيث تفاعل المستثمرون مع توقعات التشديد النقضي لمجلس الاحتياطي للتحدي وقرار بنك اليابان بالإبقاء على سياسته النقضية فائقة التيسير نفى الجيش الكوري الشمالي ما تردد حول تصدير أسلحة إلى روسيا مستبعدا القيام بذلك مستقبلا ورفضا اتهمات تجارات الأسلحة بين البلدين وفي وقت سابق من هذا الشهر قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا ربما تكون بصدد شراء ملايين الصواريخ وقزائف المدفعية من كوريا الشمالية أما في واشنطن فأفاد مركز أبحاث بالولايات المتحدة بأن كوريا الشمالية تستعد لتدشين غواصة جديدة قادرة على إطلاق صواريخة باليستية قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مشورته وموافقته على التصديق على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن التخلص التدريقي من المواد المستنفدة للأوزون وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستنضم قريبا إلى مائة وسبع وثلاثين دولة أخرى صدقت بالفعل على تعديل كيجالي وأضاف أن التصديق على تعديل كيجالي سيكون بمثابة أحد إسهامات الشركات الأمريكية المبتكرة التي طورت بدائل لمركبات الكربون الهايدروفلورية وسيساعدها على تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الأسواق الخارجية أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفقه لأهلان حالة الطوارئ في بارتريكو وأمر بالمساعدة الفيدرالية للمناطق المتضررة من آسار فيونا أوضح البيت الأبيض أن المساعدة يمكن أن تشمل من حل الإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضا منخفضت التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها إلى جانب برامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على تعافي من آسار الكارثة كان آسار فيونا الهائل قد خلف عشرات الأسر عالقة في أنحاء جزيرة بورتريكو الأمريكية بعد تحطيم العديد من الطرق والجسور ولا تزال السلطات تكافح للوصول إلى الناس بعد أربعة أيام من اكتياح الأعصار للجزيرة الواقعة في منطقة البحر الكاريبي مسببا فيضانات تاريخية وأضرارا واسعة النطاق ويعمل المسؤولون الحكوميون في الوقت الحالي مع المنظمات الأهلية وغيرها لتوفير الطعام والماء والأدوية للمتضررين لقي شخص حتفه بعد ضرب زلزال عنيف المكسيك وبلغت قوته ستة ونصف درجة على مقياس رغتر وأعلن المركز الوطني لزلازل أن مركز الزلازل يقع في ولاية ميشكوان غربي المكسيك أوضح أن الزلزال كان على عمق 80 كيلو متر تحت سطح الأرض ترجمة نانسي قنقر قافلة الطبية التي نظمتها جامعة طنطا بالتعاون مع لجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة في قرية كفر ديمة بمركز كفر الزيات محافظة الغربية شهدت القافلة الطبية الكشف الطبي على 1500 حالة ومحو 144 مواطنا وزراءات 55 شجرة مسمرة على طول الطريق في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وصلت مؤسسة حياة كريمة جهودها لتنفيذ مبادرة انت الحياة بمحافظة الشرقية لليوم الخامس أعلى التواني يأتي هذا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بالتنسيق مع مدريات الصحة والثقافة والشباب والمجلس القومي للمرأة نجلس القومي المرأة مشارك مع مؤسسة حياة كريمة في مبادرة انت الحياة بأكتر من نشاط من ضمنها تدريبات الحرفية مشاركين بستة تدريبات حرفية الرسمة على القماش الرسمة على الخشب خرص النول صناعة الصبون وصناعة منتجات بالمزايك زراج المعشق مستهدفين مئة وعشرين سيدة من أهالي القرية دربنا خلال ستة أيام فاليوم السادس ده بيكون احنا بنفنش خلاص القطع بتاعتنا اتعلموا ازاي يفنشوها ويورنشوها بشكل كويس ازاي لو عاملين اطار البرواز مثلا أو مراية نبدأ نركب المرايات فيه ازاي فكنا بنقفل كل المنتجات لو فيه تطش صغير بنحطه عشان يقدروا انهم يشوفوا لو هنعمل مشروع يبدأوا يفتحوا مشاريعهم ازاي يعني خلصنا الشغل اللي احنا عملناه بنشطبه بنشوف حاجة نقصة كده البرواز برضو عملناه بالشام وركبنا فيها المرايات اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة باستكمال اعمال تطوير منفذ السلوم البري لاستعاب حركة النقل وتيسير تدفق البضاء على النحو الذي يدفع معادلات التبادل التجاري وخلال متبعته للموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة منفذ السلوم البري اشار رئيس الوزراء الاهمية الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن اعمال التطوير لخدمة المصدرين كما كلفها بسرعة توفير 250 مليون جنيه من وزارة المالية لدفع العمل بالمشروع وصرعة الانتهاء من اعمال التطوير في اول استجابة من المجتمع المدني لنقل الحوار الوطني لمختلف محافظات الجمهورية والتفاعل مع المواطنين قام اعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بزيارة لمحافظة الاقصر اثمرت الزيارة عن اطلاق التحالف الوطني مبادرة خاصة بذوي الهمم تتمثله في توفير مشروعات مختلفة لدعم جميع المواطنين من ذوي الهمم من مواطني محافظة الاقصر في سابقة هي الاولى من نوعها للقضاء على البطالة داخل نطاق محافظة باكملها استقبل محافظ جنوب سيناء خالد دافودة السفير البريطاني لدى مصر جاريس بايلي ضمن اللقاءات المتعددة مع صفراء وممثل الدول ورؤساء البعثات الدبلوماسية لتنسيق حول مؤتمر تغير المناخ كوب 27 وخلال اللقاء استعرض محافظ جنوب سيناء الإجراءات الجارية لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وذكية ومستدمة من خلال مشروع التحول الأخضر نحو منشآت صحية صديقة للبيئة من جانبه قال سفير البريطاني أنه بداية من الأسبوع القادم سيتم زيادة أعداد الرحلات القادمة من بريطانيا إلى مدينة شرم الشيخ لتصل إلى ألفين سائح أسبوعياً حتى تصل إلى 17 ألف سائح في نهاية نوفمبر 2022 أنا سفير عظيم وسفير كبير هنا دولة كبيرة زي بريطانيا السفيرهم في مصر موجود النهاردة عندنا في مكتبنا هنا في شرم الشيخ في الحقيقة أنا سعيد جداً وكان السبب العادي أن أنا بشرح إلي تم في شرم الشيخ واللي يتم والإجراءات اللي هتم في المناخ واستفسارات وبرد عليها وردت عليها أو شرحت له كمان الموقف الأمني على الخريطة اللي احنا مجهزينها لذلك هنا في المعافظة في فيضان سفراء بيزوروا شرم الشيخ ويستفسروا عن الإجراءات الأخيرة لتجهيز المؤتمر لكوب 27 القادم في شرم الشيخ في بداية موفمبر اللي جاي ولذلك نستفسر ما هي الإجراءات في الأمن إجراءات في توفير مكان القطع الخاص للشركات الخاصة والمجتمع المدني وطبعا مشاركة كل الدول تتواصل فعليات معرض الدقاهلية الأول لمبادرة أيدي مصر لتسويق المنتجات التراثية واليدوية وذلك بحديقة الأسرة في مدينة المنصورة الحرف اليدوية والتراثية كنز من كنوز مصر وصروة قومية تسعى الدولة لحفاظ عليها من الانقراض ودعمها بكافة السبل في هذا الإطار تتواصل فعليات معرض الدقاهلية الأول لمبادرة أيدي مصر لتسويق المنتجات التراثية واليدوية بحديقة الأسرة في مدينة المنصورة جميع العارضين في المعارض زي ما حالكم شايفين منتجات على أعلى جودة والخامات بتاعتها كويسة وألوانها كمان جميلة بالإضافة للأسعار متناسبة مع كل الفئات بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية للجميع العارضين بيعرضوا عليهم منتجاتهم ومن أجل تقديم الدعم الكامل لأصحاب تلك الحراف يتم إقامة المعارض بصفة دورية مع تزليل كافة العقبات التي تواجههم كما يصاحب تلك المعارض عقد ورش عملية لتعليم الشباب هذه المهن لزيادة معدل الإنتاج وفرص العمل الجديدة المعرض جميل بيشجعنا اللي احنا نعمل أكتر وأكتر في الحراف اليدوية بصراحة وأنا نفسي اللي هو يتكرر على طوله ويبقى مستديم كان جميل جدا خصوصاً أنه أول معرض للهند ميت في المنصورة مخصص بس للهند ميت وده أول معرض لمبادرة أيدي مصرية المعرض ده حاجة كويسة جداً أن احنا عرضنا منتجاتنا وتعرفنا على ناس من أماكن تانية بنعرض فيها المنتجات بأسعار كويسة جداً علشان تبقى دي فرصة للناس كتير إن هي تشتري المنتجات دي نشاركة مع مجموعة من الفنانين وببسم الله ما شاء الله منتجاتهم مصرية كلها وخامات مضيفة جداً وعلمين عروب جميلة جداً المعرض فكرته كويسة ومتيالي هو احنا أول مرة نشارك في معرض مجمع احنا نشارك في المعرض التشكيلية في مسألة أن احنا يبقى منتجات يدوية مع اللوحات الفنية ونوصل للجماهير والجماهير توصل لنا ويبدأ في تسويق دي فكرته حلوة جداً المنتجات اليدوية والتراسية تعرض أيضاً على المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية أياد مصر لكي يتم تسويقها وبيعها من أجل توفير مصدر رزق للأسرة المصرية باستخدام السوق الإلكترونية ما هو قادم في نشاراتنا أخبار الاقتصاد؟ نتابع أخبار الاقتصاد مع الزميلة دينا شرف أهلاً بيتدين شكراً لك ياسر شكراً لك هبة والآن معايدنا مع أخبار المال والأعمال محلياً وعالمياً أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء الأدبية التابعة للهيئة سفينة على متنها حمولة مكونة من 42 ريشة رياحة قادمة لمحطة كهرباء بمدينة رأس غارب لتوليد الطاقة الكهربائية اعتماداً على طاقة الرياحة وذلك لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء ويأتي ذلك تنفيذاً استراتيجية الدولة المصرية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لمجاهبهة التغيرات المناخية في ظل استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لقمة مؤتمر الأطراف للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبلة أكد وزير البترول طارق الملة على أهمية الاستمرار في رفع كفاءة منظومة تصويق المنتجات البترولية والخدمات المقدمة للمواطنين بما يتناسب مع التطور العالمي الذي تشهده منظومة نقل وتداول المنتجات البترولية جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماعات الجمعية العامة لشركتي التعاون ومصر للبترول عبر الفيديو كونفرنس وذلك لأعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021-2022 وإلى سوق المال حيث تبينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات نهاية جلسات الأسبوع وسط دولة ضعيفة وربح رأس المال السوقي 530 مليون جنيها لغلق عند مستوى 687 مليار و400 مليون جنيها وعلى صعيد المؤشرات فتح مؤشر اي جي اكس تيرتيب عند مستوى 9955 نقطة متراجعاً بنسبة 55 من 100% لغلق عند مستوى 9933 نقطة كما فتح مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس سابنتي عند مستوى 2188 نقطة مرتفعاً بنسبة 17 من 100% لغلق عند مستوى 2192 نقطة وفتح مؤشر اي جي اكس 100 عند مستوى 3122 نقطة ليصعد بنسبة 14 من 100% ويغلق عند مستوى 3127 نقطة وإلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار عملات أمام الجنيه المصرية ليسجل أدر الأمريكي 19 جنيه و42 قرشاً للشراء و19 جنيه و54 قرشاً للبيع كما سجل اليورو 19 جنيه و18 قرشاً للشراء و19 جنيه و30 قرشاً للبيع الجنيه الاستليني 21 جنيه و99 قرشاً للشراء و22 جنيه و12 قرشاً للبيع الدرهم الإماراتي سجل 5 جنيه و29 قرشاً للشراء و5 جنيه و32 قرشاً للبيع وأخيراً الريال السعودي سجل 5 جنيه و16 قرشاً للشراء و5 جنيه و19 قرشاً للبيع أنهت أسواق الخليج تعاملاتها على تراجعين بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل حاد وتراجع المؤشر رئيسي في دبي بنسبة 8 من 10% وأنهى مؤشر أبوظبي تعاملات اليوم مستقراً وأيضاً تراجع المؤشر القطري 9 من 10% مع هبوط أغلب الأسهم المدرجة عليها كما هبطت بورسة البحرين بنسبة 2 من 10% وتراجع سوق القويت بنسبة 7 من 10% زاد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات للبطالة الأسبوع الماضي زيادة بسيطة ما يشير إلى أن الفرص بالسوق العمل لا تزال كبيرة للغاية رغم رفع مجلس الاحتياطي للتحدي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لتهدئة الطلب وقالت وزارة العمل أن طلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت بواقع 5 ألاف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 213 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر الماضي ختم أخبار اقتصاد وعودة مرة أخرى إلى ياسر وهيبة إليكم شكراً لك دينا شعرف رحل عن دنيان اليوم الفنان القدير هشام سليم عن عمر نهز 64 عاماً وذلك بعد صراع مع المرض وولد الفنان الرحل في القاهرة عام 1958 تخرج في كليات السياحة والفنادق جامعة حلوان وكان أول ظهور له من خلال أدائه دور نجل فات الحمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال عام 1972 فنان ذو طابع خاص استطاع رغم وسامته أن يخرج من عباءة النجمذ الملامح السينمائية فأدى أدوار صعبة استطاع من خلالها أن يترك بصمة لا تمحى من ذهن المشاهد إنه الفنان الذي رحل عن علامنا اليوم هشام سليم لأب من كبار نجوم الرياضة والفن هو صالح سليم تخرج في كلية السياحة والفنادق في عام 1981 وقام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بلندن وبعد أن انتهى من دراسته عاد مرة أخرى لهوايته في فن التمسيل بعد انقطاع لسنوات بدأ مسيرته الفنية طفلا عندما قام بدور ابن الفنان فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم عام 1974 واختاره المخرج الراحل يوسف شهين للتمسيل في فيلم عودة الابن الضال في مطلع صباه شارك هشام سليم في العديد من الأفلام السينمائية الناجحة منها تزوير في أوراق رسمية وعندما يتكلم الصمت وجمال عبد الناصر ولا تسألني من أنا والأراجوز اتجه بعدها للدراما التلفزيونية وقدم باقة من ألمع المسلسلات التي حفرت في وجدان المشاهد العربي ومنها الرايا البضى وامرأة من زمن الحب وأرابسك وليالي الحلمية كما كانت له أعمال مصرحية من أبرزها شارع محمد علي قام هشام سليم بالمشاركة في أكثر من خمسين فيلما سينمائية وخمسة وسلاسين مسلسلا تلفزيونيا رحيل مفاجئ لواحد من أبرز نجوم الفن المصري لكنه سيبقى في وجدان الجميع من خلال أعماله التي لا تنسى اختتمت احتفالية جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثانية العام 2022 بدار الأوبرا المصرية المزيد ينضم إلينا من دار الأوبرا المصرية كريم بيبرز مرسل التلفزيون المصرية من على المصرح الصغير بدار الأوبرا المصرية جائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها الثانية 32 فائزا هذه النسخة بعد أن كان العدد في النسخة الأولى 16 فائزا فقط تم مضاعفة الفائزين لهذه الجائزة بشكل عام لما يشكله من دافع كبير وتشجيع بشكل عام للشباب في فئتين من الأعمار من خمس سنوات حتى 12 عاماً و12 عاماً حتى 18 عاماً هذه الجائزة الخاصة بها الابتكار والإبداع والفنون ثمانية أفرع داخل هذه الجائزة كتابة قصصية كتابة بشكل عام شعر غناء عصف على الآلات الموسيقية المختلفة وأيضاً يشارك في هذه الجائزة عدد كبير من ذوي الهمم هذه ربما المرة في نسختها الثانية كان هناك احتفال خاص اليوم بدار الأوبرا المصرية بعد أن تم بالفعل اختيار الفائزين في يونيو الماضي تم تحديد احتفالية خاصة بهم وتم عرض المواهب الخاصة بهم على المسرع الصغير بدار الأوبرا المصرية وبمشاركة أبناء مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية نتحدث عن مشاركات من جميع محافظات الجمهورية شاركوا أكثر من 1500 مشارك شاركوا بمواهبهم المختلفة لهذه الجائزة وكانها أيضاً تسهيلاً عليهم هناك مشاركات إلكترونية وليست مشاركات فعلية فقط إما بالذهاب للمجلس الأعلى الثقافة أو دار الأوبرا المصرية لتقديم مواهبهم بشكل عام أو حتى إرسال مواهبهم عن طريق الموقع الإلكتروني دار الأوبرا المصرية والمجلس الأعلى للثقافة تسهيلاً أيضاً على الشباب وتسهيلاً على أولياء الأمور خصوصاً لبعد المسافات هذه أيضاً الاحتفالية برعاية السيدة الانتصار السيسي حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور أيضاً دكتورة نيفين الكلاني وزيرة الثقافة لذلك نتحدث عن دعم كبير من مؤسسات الدولة للشباب بشكل عام والأطفال وفي ظل توجه كبير للدولة لدعم الابتكارات والإبداعات بشكل عام هذه احتفالية خاصة من دار الأوبرا المصرية على المسرح الصغير عود إلى الخبر الأبرز في نشراتنا حيث أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية جاء ذلك خلال استقبال سيادته للسيد دارين تانج مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبوب وفي اجتمع آخر وجه رئيس السيسي بأن تهدف استراتيجية التعليم العالي إلى تعزيز دور الجامعات في بلوغ غاية الدولة وأهدافها الوطنية واطلع رئيسه على مشروعات وزارة التعليم العالي الحالية والمستقبلية وكذلك على الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مقر للمبعوثين والدارسين المصريين بالعاصمة الفرنسية باريس استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد دارين تانج مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبوب وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية وذلك في ظل يقين الدولة بأن المعرفة والابتكار والبحث العلمي هم ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية حيث تدعم مصر في هذا الإطار أوجه التعاون مع المنظمة في مختلف مجالات عملها خاصة البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم رواد الأعمال والمبتكرين حيث تم من هذا المنطلق إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر من جانبه أعرب السيد تانج عن تشارفه بلقاء السيد الرئيس مثمنا جهود مصر في التعاون مع الوايبو لدعم الملكية الفكرية وبناء القدرات إلى جانب مساندة جهود التنمية وإتاحة فرص عمل لشباب المبتكرين وهو ما تجسد في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي شارك في إطلاقها في مصر وذلك تحت مظلة رؤية مصر التنموية 2030 وهو ما يجعل من مصر نموذجا ملهما يحتذا به في سائر منطقة الشرق الأوسط بالنظر إلى قيادة السيد الرئيس للبلاد نحو إنجازات تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات وبناء الدولة الحديثة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقد وجه السيد الرئيس بأن تهدف استراتيجية التعليم العالي إلى تعزيز دور الجامعات في بلوغ غايات الدولة وأهدافها الوطنية المنشودة خاصة ما يتعلق بالتنمية وبترسيخ دراسة العلوم الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعية والبيانات والبرمجيات وتكنولوجيا الشمول المالي موجها سيادته بتطوير عمل الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية لتحقيق رؤية الدولة في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ومتميزة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية العريقة وقد عرض الدكتور أيمن عشور في هذا الإطار موقف مشروعات وزارة التعليم العالي ذات الأولوية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 خاصة ما يتعلق بجاهزية سلسلة الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية على مستوى مختلف المحافظات وكذلك الجامعات التكنولوجية كما استعرض السيد وزير التعليم العالي رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي والتي ترتكز على صياغة برامج تعليمية حديثة تستند إلى عدد من المبادئ أهمها التخصصات المتداخلة والمرجعية الدولية والريادة والإبداع مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية ودراسة تأثير البعد الاقتصادي وفرص العمال المرتبطة بكل إقليم فضلا عن التطقيق في التوزيع الديمغرافي الحالي والمستقبلي للطلاب وتأثيره على توزيع وأعداد المؤسسات التعليمية ودراسة البرامج الأكاديمية المطلوبة لخدمة الأنشطة الاقتصادية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير التعليم العالي عرض أيضا جهود دعم الجامعات الأهلية المتميزة في مجال البحث العلمي التطبيقي في المجتمع وذلك عن طريق عدة مجالات كالذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والمواد الصديقة للبيئة والاستخدام الأمثل للطاقة والزراعة الذكية كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مقر للمبعوثين والدارسين المصريين بيت مصر بالعاصمة الفرنسية باريس والذي من المنتظر أن يتم الانتهاء منه خلال العام القادم فضلا عن آخر الاستعدادات لاستضافة مصر لأسبوع الفرانكفونية نهاية شهر أكتوبر القادم وذلك بحضور لفيف من وزراء التعليم العالي بالعديد من الدول المتحدثة بالفرنسية والذي سيشهد استعراض الخطة المستقبلية لتطوير التعليم العالي باللغة الفرنسية في مصر بالتعاون مع المنظمة الفرانكفونية انتهت نشرة السادسة وإليكم أهم ما جاء فيها الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع ممشى أهل مصر وحل مشكلات المستثمرين بمحافظة القاهرة في كلماته أمام مجلس الأمن جوتاريش يؤكد أن الحرب في أوكرانيا لا تهدأ وأن الأوضاع ستتصاعد في فصل الشفاء نهاية نشرة السادسة تتكمن على شاشة التلفزيون المصر شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء جديد